شهد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم اختتام فعاليات الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في دورته الثانية والتي استضافتها مملكة البحرين بحضور الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بعد مرور ثلاثة أسابيع اختتمت فعاليات الهاكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بنسخته الثانية بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي أقيم على أرض مملكة البحرين ليجمع نخبة من الطلبة ليتبادل الخبرات البرمجية والحلول التقنية لتحسين ممارسات التعليم إضافة إلى تطوير مهارات البرمجة والتقنية لدى الطلاب المشاركين عبر تبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين دول الأعضاء تم تنفيذ الحكاثون الخليجي في الذكاء الاصطناعي والذي طبعا شارك فيه عدد من الطلاب والطالبات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى التعليم العام وتحديدا في المرحلة الثانوية وطبعا استفاد الطلبة من طلاب والطالبات طبعا من المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحديدا البرمجة شاركوا في المسابقة التي شجعتهم على طبعا تنفيذ عدد من الأفكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وأعتقد هذه خطوة مهمة جدا في الطريق الصحيح أن يركز مكتب التربي العربي ووزارة التعليم في دول الخليج على مبادئ وأساسيات الذكاء الاصطناعي لأنها اليوم باتت تستخدم في التعليم وفي الطب وفي الهندسة وفي مختلف حقول العلم والمعرفة العملية في الواقع لذلك اليوم البرامج مكتب التربي العربي إن شاء الله سوف تركز بالتنسيق مع وزارة التعليم في دول الخليج على أساسيات الذكاء الاصطناعي وهذه المناسبة الحقيقة جداً الحقيقة السعيدة نحن نكرم فيها نخبة من الطلاب والطالبات الذين تميزوا وأبدعوا كان لهم الحقيقة مشاركات ومبادرات وبرامج نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيق برمجته هذه البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها الهكاثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم صممت بطريقة علمية تهدف لاستكشاف المواهب الشبابية المشاركة بهدف تطوير قدراتهم في مجال استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط لإنشاء المشروعات المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي في التعليم أتى بمجموعة من مراحل المرحلة الأولى كانت تطوير منصة إلكترونية لرصد ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي في التعليم يحتوي على مجموعة كبيرة من الإحصاءات والتقارير والمنصات المفتوحة أيضا في المرحلة الثانية كان في معسكر تدريبي ضم 98 من طلبة الدول العظام بمكتب التربية العربية الدول الخليج تم تدريبهم على مدى ثلاث سابيع في مرحلة التالية أخذنا 34 من طلبة دول العظام بناء على درجاتهم من أعلى درجات في المعسكر التدريبي حيث شكلوا طلبة فرق لعمل تطبيقات ومشاريع مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج في تنظيم وإقامة الهاكاثون الخليجي انطلاقا من حرص الجانبين على مواصلة جهود وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتضمين الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية للارتقاء بعملية التعليم والتعلم